اشتركوا في القناة ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وبعد أيها الأحبة في الله أهلا ومرحبا بحضراتكم في لوجه الله أخيرا والحمد لله وبعد طول انتظار عاد إلينا مرة أخرى لنتحدث عن الهجوم على العالم الإسلامي بدأناه مع حضراتكم منذ الهجوم على الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ثم أخذناكم في رحلة وصلنا بها إلى ما بعد الاحتلال الفرنسي لمصر حنقفز قفزة سريعة شوية عفوا عشان خاطر نبدأ نتكلم مع حضراتكم عن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن وحملات الهجوم المتكررة على الأمة الإسلامية وعلى العالم الإسلامي وخاصة أهل السنة بالتحديد وحنبدأ بالتحديد من زاوية الإنقلابات العسكرية وبيننا بنتكلم عن الإنقلابات العسكرية يبقى هنتكلم عن هذا الإنقلاب الفاشل في تركيا بالتحديد وبالتأكيد سنعلج منه إلى إنقلابات أخرى سواء كانت في مصر أو في غيرها دعونا في البداية نرحبه بضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي أهلا بك يا سبحانه أهلا بك مولانا كيف حال الله خير الله يكرمك بك شوقتنا كده وعلقتنا وتكلمنا وخلينا الناس عاشوا معنا فترة مهمة جدا من فترات الأمة الإسلامية وبعدين الناس بقى سألت هنكمل ونقفين الأستاذ محمد هننطمن حضراتكم من الأستاذ محمد إن شاء الله معنا وحنستكمل معه هذه الرحلة بإذن الله تبارك وتعالى خلينا يعني نقفز قفز السريعة كده وبنتكلم عن مسألة الإنقلابات العسكرية عندما حدث الإنقلاب الأخير هذا في تركيا در حديث بيني وبين أولادي في البيت فهم في الأول مش فاهمين إيه اللي بيحصل فقلت لهم حصل إنقلاب عسكري قالوا زي اللي حصل في مصر قلت لهم آه فابن الصغير قال تعبير استوقفني كثيرا حقيقة قال الله هي الجيوش دي جاية هو الجيش جاية عشان يموت الناس فأنا بأخذ منه السؤال ده وبطرحه على حضرتك هو إيه قصة الجيوش دي إحنا عايزين نفهم هل هذه الجيوش جاءت عشان تقتل الشعوب أم تدافع عنها لو ده بقى ده الخط معنا يعني وإحنا بنتكلم بقى عن تاريخ الإنقلابات العسكرية خاصة في تركيا بالتحديد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى نسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طبعا أنا أتشرف بأن أعود مرة أخرى في ضيافتك الله أكبر وأرحب بالمشاهدين الكرام الحقيقة إن ما قاله وابننا العزيز هو حكمة بالغة يعني وهو خلاصة تاريخية يعني الحقيقة فعلا إن الجيوش التي تهيمن على العالم الإسلامي منذ بداية الاحتلال هي بالفعل جيوش احتلال وليست جيوش الأمة الإسلامية الجيوش الموجودة في العالم الإسلامي هي جيوش احتلال وليست جيوش الأمة الإسلامية أبدا وهذا هو المرصود لها وهذا هو المخطط لها وهي فروع محلية من الجيوش الأجنبية وهذا كلام ليس فيه مبالغة يعني أنا لا أقول هذا علشان يبقى منشط صحفي هذا الكلام هو الواقع الحقيقي الذي يتصرف عليه السياسة يعني كل من يفهم في مسألة السياسة يفهم أن الجيش التركي في تركيا هو خط الدفاع الأول عن الأمريكان ومصالحهم الجيش المصري في مصر الجيش السوري في سوريا الجيش الليبي يعني خذ كل كافة المنطقة العربية البلاد التي ليست فيها جيوش فيها قواعد أمريكية يعني لكي يعتدل الأمر دول الخليج العربية نعم دول الخليج بيعتبر أنه ما فيهاش جيوش فهي دول فيها قواعد أجنبية حتى الدول التي فيها جيوش فيها أيضا قواعد لكن أنا أقول أنه تركيب الجيوش منذ عصر التحديث يعني دخولنا في العصر الحديث بمسمى المؤرخين هي جيوش أنشئة على عين وبرعاية وبدعم الدول الغربية ونحن ذكرنا في حلقة سابقة والحلقة التي تكلمنا فيها عن محمد علي كيف أنشأ الجيش المصري وأن الجيش المصري نشأ على عقيدة الجيوش الغربية الجيوش الغربية هي الجيوش التي تتعامل مع الجنود كما قال كيسينجر العسكر ما هم إلا حيوانات غبية يستخدمها الساسة كقطعة شطرنج كيسينجر قال هكذا مصر العسكر ما هم إلا حيوانات غبية يستخدمها الساسة كقطعة شطرنج فلابد أن لا يسمح لهذه البلاد الإسلامية الساسة هنا ساستهم هم طبعا الساسة الغربيين لأنه ما فيش ساسة أساسا في بلدنا إحنا في بلدنا إلا تكن الجيوش نفسها حاكمة فهي مجرد مظاهر للقوة العسكرية الحاكمة فعليا فكانت الأزمة يا مولانا إذا نحن نتكلم على تركيا وعلى العالم الإسلامي بشكل عام المؤرخين أو بتوع التاريخ عندهم قاعدة بتقول أنه يعني خلاصة التاريخ الإنساني في التاريخ السياسي لأن مصائر الدول ومصائر الأمم مبنية على السياسة وصراعات الملوك والأمراء والحروب وخلاصة التاريخ السياسي هو تاريخ الحروب يعني كل أمة نشأت لابد أنها نشأت بحرب وكل أمة انتهت لابد أنها انتهت بحرب الحرب دائما هي الفصل الأول والفصل الأخير من صفحة كل دولة ما فيش دولة انتهت كده وخلاص أو بدأت كده وخلاص لابد في معركة اسمها معركة التحرير أو التأسيس أو الاستقلال ولابد في معركة اسمها معركة النهاية أو الأفول أو السقوط هذا شيء دائم فبدأت الأزمة في عالمنا الإسلامي مع الدولة العثمانية الدولة العثمانية حين ضعفت بدأت تتعرض لهزائم من الجيوش الغربية طيب ليه الدولة العثمانية ضعفت؟ ليه معرفتش تنتصر؟ هذا قد نفرد له حلقة أخرى أسباب ضعف الخلافة العثمانية لكن من أهم ما نستفيده الآن في سياقنا أن الدولة العثمانية لما بدأت تتكرر عليها الهزائم شيء طبيعي تسأل لماذا ننهزم؟ ولماذا ينتصرون؟ ساعتها كانت أوروبا تدخل عصر الثورة الصناعية وتدخل عصر التحديث وعصر الدولة المركزية وصار للجيوش الغربية نظام مختلف عن نظام الجيوش القديمة فسعت الدولة العثمانية لأن تتعلم وتأخذ وتقتبس من الجيوش الغربية نظامها لكي تستطيع أن تواجههم ده معنى الاقتباس الطبيعي الذي يحصل عند الأمم لكن لأن الدولة العثمانية كانت في مرحلة ضعف حضاري ومرحلة ضعف السياسي ما الذي حدث؟ حدث أن الجيش العثماني الحديث الذي تأسس على الخبرات الأوروبية وبالنظام الأوروبي نتكلم كده مثلا في عهد من بعد محمود الثاني السلطان محمود الثاني نحن نتكلم فيه منتصف القرن التاسع عشر يعني 1850 وانت طالع في ذلك الوقت الجيوش التي نشأت بهذه الخبرة الغربية بدأت تتسلل إليها الأفكار الغربية والتغريبية ومع وجود هيمنة سياسية للعالم الغربي ووجود الصحافة التي بدأت تنشر الأفكار التغريبية كل ده أنشأ في الجيش العثماني تيار علماني تيار علماني تغريبي يتعلم ويأخذ أفكاره من الغرب صارت المسألة مسألة معقدة هذا التيار العلماني الغربي الذي نشأ في الدولة العثمانية هو الذي انقلب على الخلافة الإسلامية ثم أزال الخلافة الإسلامية وأسس الدولة التركية العلمانية الحديثة يعني شيئا فشيئا بدأ يتكاثر ويكبر وينتشر بين الجيش بالضبط وحتى أفكاره كمان متطبطة بالغرب تمام وشيئا بدأ يقضي هو بنفسه على الخلافة الإسلامية وهو وكذلك طبعا مؤسس هذه مؤسس إلغاء الخلافة الإسلامية والذي يعتبر مؤسس الجمهورية التركية هو مصطفى كمال مصطفى كمال هو الرجل الذي طارد الإسلام في تركيا ويعني من يقرأ في تاريخ مصطفى كمال يعرف أنه أشرص عملية تغريبية تمت ربما في التاريخ هي التي قام بها مصطفى كمال كان قبل هذا مولانا يضرب المثل سنة 23 و24 ثم بقية عهدي لأن الراجل ألغى حتى الحروف حتى حروف اللغة العربية استبدلها باللغة اللاتينية هذا قرر لا يمكن أن يكون في مصلحة البلد لأنه نشأ جيل لا يستطيع أن يقرأ كتابة جدة ولا وصية جدة المكتوبة باللغة العربية لا يستطيع حتى أن يقرأ شواهد القبور يعني هنا مدفون فلان لا يطوى طبعا لا يستطيع أن يقرأ كل التراث العثماني فضلا عن كل التراث العربي يعني قرار إنشاء أمة جاهلة قرار تغيير الحروف ده قرار إنشاء أمة جاهلة نعم صحيح طيب مصطفى كمال أتا ترك أسس للعلمانية والدولة القومية في تركيا حتى خياله في تأسيس الدولة العلمانية كان خيال غربي محط إزاي الغرب معرفش أبدا يتوحد في ظل دولة واحدة مطلق رغم إنهم مسيحيين لكن ورغم إن تحكوهم كنيسة واحدة ورغم إن كان عندهم لغة واحدة اللي هي اللغة اللاتينية إلا إنه لم يستطع أبدا أن يصل إلى دولة واحدة كانت دائما بينهم حروب عرقية وقومية وبعدين تفككت اللغة اللاتينية وبقت لغات محلية وكل قوم تمسكوا بلغاتهم حلوا الإشكال ده إزاي؟ حلوا بصلح اسمه صلح وستفاليا صلح وستفاليا قال خلاص القوم دول معاهم الأرض دي محدش يتدخل فيهم ولا يتحكم فيهم طيب الصراعات نعمل إيه؟ كان بدأ ساعتها عصر الاستعمار نروح نحتل لإفريقيا ونحتل لأسيا ونحتل لأمريكا ونعمل المؤتمرات لتقسيم هذه الموارد فيما بيننا فالغربيين صدروا نزاعتهم الداخلية إلى بلاد الآخرين وحافظوهم على قيام دولة قومية فيبقى المعنى القومي هو معنى سياسي هذا الكلام لا ينفع تطبيقه في العالم الإسلامي لأن العالم الإسلامي أصلا موجود في دولة واحدة وعرفين نتعايش بين الملل والأعراق والنحل والأديان كل ده موجود فمحاولة صناعة دولة قومية هي محاولة دائما تصطدم بالواقع على الأرض لأن الواقع على الأرض ما فيش قوميات منفصلة فيه ما فيش لغات منفصلة كل دول متداخلين ومتعايشين فأي حد عايز يعمل دولة قومية بيعمل إيه؟ بيعمل سلسلة من المعارك والنزاعات والاشتباكات وهو ده اللي حصل في تركيا اللي حصل في تركيا أن احنا عملنا حدود هذه البلد وقلنا كل اللي جواها لازم يبقى تركي حنفي، مسلم، سني، علماني الست حاجات دول لازم يتوافروا طيب الكردي يبقى الكردي ده عدوه أو عدوه محتمل غير المسلم أو حتى العلويين أو غيرهم كل دول أعداء أو أعداء محتملين فأنت مجرد أنك تصنع دولة قومية في بيئة متعايشة بتساوي أن أنت تصنع مشاكل ده اللي حصل فعلا في فترة كمال أتاتورك وظلت هذه الفترة إلى نهاية عهده يعني هو توفي سنة الثمانية والثلاثين فنشأت دولة قومية علمانية معسكرة بتفرض على كل الناس القيم التي عندها السلطة بالعنف والقهر والمذابح والطيران يضرب والأكراد بيحصل لهم تهجير وإبادة وطبعا شنق المئات والألاف عملية في غاية الشراسة فاقت حتى عملية التحديث التي صنعها بطرس الأكبر نعم لكن هنا حصلت إشكالية أخرى بعد نهاية عصر كمال أتاتورك وهي أنه اختفى المسلمون من ساحة العالم دلوقتي لا يوجد قوة إسلامية زمان كانت الدولة العثمانية هي القوة الإسلامية الموجودة في الساحة تم القضاء عليها كلها تم القضاء عليها ظهر المعسكرين الشرقي والغربي الاتحاد السوفيتي والمعسكر الغن فتسابق على تركيا لأن تركيا مرحلة من ضمن المراحل يعني أو منطقة من ضمن المناطق الأساسية التي ينبغي من فاز بها فاز بنفوز أوسع كان الغربيون أسبق إلى الأتراك فأمريكا دعمت تركيا وكانت مشرفة ومهيمنة تقريبا على تركيا بحيث أنها تصنع فيها نظام غربي علشان إيه؟ هل مصلحة تركيا؟ لا لكي تكون تركيا خط الدفاع الأول ضد الاتحاد السوفيتي الذي ينظر في الخريطة يرى أن تركيا في قلب الاتحاد السوفيتي يعني تكاد تكون رئة أو كبد جسم الاتحاد السوفيتي حتى لما أمريكا بدأت يحصل بينها منوشات وبين الاتحاد السوفيتي نشرت صواريخ في تركيا يعني زي الاتحاد السوفيتي نشر صواريخ في كوبا أمريكا نشرت صواريخ في تركيا فلأجل هذا علشان يرصخ النظام الأمريكي الغربي أمريكا أرادت أن يكون هناك ديمقراطية في تركيا ما أنت دلوقتي عندك مدرستين مدرسة الغربية مدرسة لبرالية ديمقراطية والمدرسة الغربية الشرقية مدرسة الحزب الواحد والعسكرة والعنف مدرسة حاد السوفيتي فحملت أمريكا على أن يبقى تركيا فيها ديمقراطية مع بقاء العسكر كحارس لهذه العملية ألا تنتج شيئا مخالفا للنظام العليم حارس تابع لهم حارس تابع لهم فحصلت فعلا في تركيا ديمقراطية بمجرد ما تأتي الديمقراطية تأتي بنتائج مخالفة للمزاج الأمريكي والمزاج العسكري فيحصل انقلاب عسكري فتركيا عرفت بأنها بلد الانقلاب كل عشر سنوات كان أول انقلاب تقريبا كان إمتى؟ حصل فيها انقلاب سنة ستين وسنة واحد وسبعين وسنة تمانين وسنة سبعة وتسعين ودلوقتي كمان سنة كام؟ 2016 فتركيا بلد الانقلابات لأنها الدولة التي دائما ما تتاح فيها الديمقراطية فتأتي دائما بمنتجات أو مخرجات على غير رغبة النظام العسكري ونظام العلمي أول انقلاب عسكري كان سنة 1960 على عدنان مندريس مين عدنان مندريس؟ أيوة عدنان مندريس واحد انشق عن حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتور خلينا نقول أن الفترة ما بين قبل عدنان مندريس حتى مجيئه كان نظام الحكم نظام الحزب الواحد لا شيء يعلو فوق الدولة لا صوت يعلو فوق صوت المعركة مصطفى كمال شخصية مقدسة حتى تمت الآلية لانتخابات ديمقراطية جاء فيها عدنان مندريس كرئيس للوزراء الجيئه سنة 1950 يعني 1950 كانت البداية التي فاز فيها عدنان مندريس عدنان مندريس فاز إزاي؟ فاز بأنه حرر يعني أعطى بعض الحرية للناس بعض الحرية في الدين يعني يبقى أعلن أنه بعد فضل التغيير بعد فضل التغيير طويلة جدا جدا نعم بدأ يسمح ببعض الممارسات أنا هنا في تركيا كدلالة على التغيير يعني صديق تركي يحكي لي أنه كان جده يقول جده يحكي له أنه لما الناس افتقدت صوت الآذان في تركيا بيقول أنا كنت أخذ قاربي وأسير إلى عرض البحر وأؤذن لكي أسمع صوت الآذان يعني لأن الأذان صار مفروض باللغة التركية أن يكون باللغة التركية ودي سابقة تاريخية يعني فضلا عن موضع من قوانين يا مولانا ده يعني ده كانت محرقة قد نأتي لها في حلقة مستقلة يعني لكن كان فيه تغيير شديد لدرجة أن الناس لما سمعت الآذان باللغة العربية في عهد عدنان مندريس كانوا يبكون كانوا يبكون ويسجدون في الشوارع يعني مجرد عودة الإسلام إلى تركيا يعني ظنوه مجرد عودة الآذان يسوي بداية عودة الإسلام في تركيا فعدنان مندريس كان برنامجه هو رفع قيد الدولة رفع القيد الدولة عن الناس سواء في الدين أو حتى في الاقتصاد لأنه كان برضو الاقتصاد اقتصاد مركزي واقتصاد دولة لأهو سمح بأنه يبقى فيه نوع من الحرية في الاقتصاد والحرية في إنشاء مصانع وهكذا فاز عدنان مندريس وشهدت البلد طبعا لما أقول فاز عدنان مندريس فهو فاز تحت قبضة السلطة المهيمنة اللي هي السلطة العسكرية اللي موجودة كحامي ظل في الحكم عشر سنوات في العشر سنوات تحقق كرئيس الوزراء هو كرئيس الوزراء كان الرئيس ساعتها اسمه جلال بيار كذلك من نفس حزب يعني يسمى الحزب الديمقراطي حزب عدنان مندريس هو حزب الديمقراطي النفس الأليات الدستورية الموجودة الآن هي نفسها التي تم بها انتخاب عدنان مندريس نعم هي انتخابات عادية لكن الدستور تم تغييره يعني بعد كل انقلاب عسكري العسكر بيغير الدستور بحيث يضمن ما يحصلش ايه زي المرة اللي فاتت فبس فترة عدنان مدريس دي شهدت نهضة سواء على مستوى رفع سلطة الدولة عن الدين الاذن باللغة العربية انشاء مدارس الائمة والخطباء السماح للأئمة بانهما يعطوا دروس تطوعية يبقى فيه دروس دينية في الازاعة كذلك الاصلاحات الاقتصادية التي نتحدث عنها بدأ في عهد عدنان مدريس تشهد البلاد نهضة زراعية وصناعية لكن في نهاية عهده اصطدم بطبيعة الحال بالنظام العلماني النظام العلماني كانت المعارضة العلمانية في ذلك الوقت يرأسها عصمة اينونو من عصمة اينونو ده رفيق كمال اتاترك رفيق كمال اتاترك وكان الرئيس قبله يعني قبل عدنان مدريس كان عصمة اينونو هو الرئيس فدخلوا في اشتباك يعني دخل عدنان مدريس في اشتباك مع المعارضة العلمانية ومع المؤسسة العسكرية الجيش التركي وكان الجيش التركي اسبق اليه من عدنان اليه فحصل عليه الانقلاب اللي كانت في 27 مايو سنة 60 واعدم هو في سبتمبر سنة 61 وحصلت حتى المحاكمات لما تشوف المحاكمات بتاعة عدنان مدريس ورفاقه زيها بالضبط زي محاكمات محكمة الشعب اللي حصلت في عصر عبد الناصر القاضي لا يترك فرصة للدفاع بيتريأ على المتهمين نفس اللي بيحصل نفس اللي حصل سنة عام عبد الناصر نفس اللي بيحصل دلوقتي في مصر لكن كانت هذه اول ضربة جديدة للديمقراطية التي بدأت تنشأ في تركيا خلينا نقول ان كان الانقلاب الذي حدث في تركيا واعدام مندريس سنة 61 كان بالتوازي معه انقلاب في مصر ايضا في 52 يعني تقريبا نفس الحقبة هو نفس الحقبة يعني من 52 على انه يعني دولة يعني هو طبعا مندريس طولة سنة 50 ايه وكانت مصر يعني تدخل في هذا العصر لكن كانت المدرسة المطبقة في العلام العربي مختلفة عن تركيا هذا ما قد نأتي له ايضا لا اقصد النفوذ العسكري اللي بدأ يسيطر على كل مفاصل الدول الاسلامية سواء هنا في تركيا او في مصر او بالتوازي ايضا كان في ليبيا وكان في سوريا صحيح هو هذا عصر العسكر يعني ولذلك يعني كما نقول ونكرر وهي خلاصة الابن العزيز ايضا انه هذه الجيوش لم تحكم ابدا لا برغبة الامة ولم تستمر بدعم الامة ولم تمارس عملها في خدمة الامة ابدا 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 وانما سائر هذه المعارك وسائر هذه الجيوش كانت في خدمة اعداء الامة الانتصارات الوحيدة التي حققتها هذه الجيوش كانت انتصارات على الشعوب او على انفسهم لكن هذا التعميم يعني تماما معنى ذلك هل تعيش الشعوب بلا جيوش وهل الجيوش كلها يعني ما طعونهم في زمتها وكذا نعم وامنا احنا متكلم عن القادة اللي هما اصبحوا بيسيروا منظومة الجيش كله لخدمة مصالح خاصة بهمهم واجندات خاصة بينهم وبين الغرب والله يا مولانا طبعا ده كلام يعني يستحق ان يفصل في حلقات ايضا لكن الخلاصة انه الاحتلال الجديد لم يعد يستهدف ان انت يعني يكون لك عميل على رأس المؤسسة بل ان تسري افكارك في صلب المؤسسة ما هي بتسري بمنطق السمع والطاعة وما فيش مخالفة للأوامر نفذ الأوامر ولو كانت غلط هو ذا الاحتلال وإلا فالإسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني ونحن تعلمنا منكم معشر المشايخ قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دخلوها ما خرجوا منها طبعا قائدهم كان بأمرهم قائدهم أمرهم بأمر فيه مخالفة اللي هو أن يلقوا بأنفسهم في النار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله لكن الاحتلال علشان يرصخ فكرة الحيوانات الغابية التي لا بد أن تسمع وتطيع الأوامر مهما كانت لأخلاقية وذكرنا في حلقة محمد علي إن محمد علي كافأ جنديا قتل أباه في مظاهرة نعم صحيح لأن الجندي ده نفذ التعليم هو النموذج الذي يرد الانتقال إليه من العسكري المنتمي لأمته الذي يحمل ثقافتها إلى العسكري المنتمي لمؤسسته الذي يحمل أوامرها مهما خالفت القيم والأعراف نعم فالجيوش كمؤسسات هي مواضع فساد وهي صلب في مواضع فساد وحتى الآن أردغان يغير هيكلة الجيوش نعم ويعيد تبعية حتى المدارس العسكرية لوزارة الدفاع بحيث أن العقيدة العسكرية التي يتشربها الناس لابد أن تكون تابعة للأمة وتسيطر عليها الأمة نعود إلى إعدام عدنان مندريس فإحنا بنقول أنه كان إعدام عدنان مندريس هو الانقلاب العسكري الأول الذي جرى في تركيا ضد رجل بدأ يعبر عن الأمة وبدأ يتخذ إجراءات لا يوافق عليها العلمانيون العسكريون ولا من هم خلفهم من الغربيين دي صورة طبعا عدنان مندريس نعم بعد إعدامه بعد إعدامه ويبدو من الورقة المعلقة أنه فيها توقعات ربما تكون اللجنة أو الحكم الصادر لده حتى يكون فيه نوع من أنواع القناعة لدى الناس أنه يحكم عليه بالإعدام نتيجة حكم نعم ثم بعد ذلك هل ما هي رحلة الانقلابات الأخرى في تركياس؟ بعد عدنان مندريس بدأ عقد آخر كانت تكلم تريبا في سنة 61 اعدام عدنان مندريس كان سنة 61 بدأ عقد آخر ما احنا قلنا أنهم كل عشر سنين عندنا انقلاب العقد الآخر ده هو من 60 ل70 أو ل71 هذا العقد ظهر فيه من السياسيين نسخة مخففة من عدنان مندريس تعرف أنت رأس الذئب الطائر النسخة المخففة دي كان واحد اسمه سليمان دي ميريل سليمان دي ميريل يعني خلينا نقول أنه هو في الوسط بين الإسلاميين والعلمانيين العلمانيين يكرهونه والإسلاميين يكرهونه كذلك هو حاول أن يكون نسخة مخففة من عدنان مندريس حاول أن لا يصطدم أبدا بالنظام العسكري لكن في النهاية هو جاء أيضا كالأس وزراء بانتخابات آه سنة 65 هو الذي كان يفوز بالانتخابات فهنا سنة 65 هو الراجل دفاز بالانتخابات كان حزبه اسمه حزب العدالة اسمه سليمان دي ميريل سنة 69 أعيدت الانتخابات مرة أخرى وفاز بها أيضا هو للمرة الثانية كرئاسة وزراء ومع ذلك وقع الانقلاب سنة 71 فترة السبعينات دي يا مولانا الفترة الستينات كانت فترة صعود المد اليساري صعود المد اليساري يعني الاتحاد السوفيتي يتمدد الهزيمة التي لحقت بالأمريكان في فيتنام كانت تعلي من المد اليساري طبعا تركيا مش في تركيا فقط في كل العالم في كل العالم في الكابل الاشتراكية وسنلقي بهم في البحر صحيح هو في ذلك الوقت تستطيع أن تقول أن المد اليساري كان أعلى من المد التغريبي لأن حتى أوروبا في ذلك الوقت كانت تفوز فيها الأحزاب اليسارية بالانتخابات لكن الأمور لم تستقر في أوروبا فالذي حدث أنه بدأت للطرابات في تركيا يتزعمها اليساريون اليساريون سواء كانوا أحزاب أو طلاب جامعات أو يعني شخصيات أخرى وحتى كان بعض الجيش فيه يساريين فكان انقلاب سنة 71 هو استباق لهذا المد اليساري بانقلاب عسكري أخر لأنه كانوا أولا طبعا سليمان ديميريل رغم كل ما نحكيه نحن عنه إلا أنه اليسار وهو الاتحاد السوفيتي الشيوعية المعادية للأديان إذا كان عندك معسكرين كبار فيهم معادل الأديان وآخر على غير الدين فانت بطبيعة الحال الإسلاميين كان موقفهم دائما ضد الاتحاد السوفيتي خصوصا وإن العمق التركي هو عمق في البلقان وفي جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة هذه البلاد كانت تعيش مرحلة مطاردة للإسلام شنيعة وغير مسبوقة يعني المسلمون في جمهوريات أسباكستان وطجكستان وكزاخستان وفي جمهوريات البلقان تحت عصر تيتو وإيغوزلافيا هذه مرحلة مذابح رهيبة فترة الستينات هذه نعم فترة رهيبة جدا حتى أنه النظام العلماني في تركيا بالنسبة لها هو جنة رغم أنه النظام العلماني ويطارد الإسلام لكن وجود دروس دينية ووجود مدارس دينية كل هذا كان ممنوعا تماما فالشعب التركي وفي طليعته الإسلاميون في تركيا كانوا يقفون خلف سليمان دي ميريل وحزب العدالة وكان الطلاب الإسلاميون في الجامعات أيضا يقفون ضد اليسارين حتى جاء انقلاب سنة 71 انقلاب العسكري سنة 71 استباقا لما قد يمكن أن يكون محاولة من اليساريين ومن ورائهم الاتحاد السوفيتي للسيطرة على تركيا فحصل انقلاب سنة 71 فهو كده برضو أصار الجيش التركي يرى لنفسه الحق في أن يتدخل في السياسة رغم أن الانتخابات لم تكن تأتي باليساريين وانا قلت هنا أنه سنة 69 وعيدت الانتخابات مرة أخرى وفز فيها نفس الحزب حزب سليمان دي ميريل رغم كل المعارضة التي كانت ضده ثم بدأنا افتتاح عقد عسكري آخر عقد آخر من 71 إلى سنة 80 هنا في هذه الفترة في فترة السبعينات كانت فترة إسلامية بيقين عصر السبعينات ده هذا عصر الصحوة الإسلامية أيضا في كل العالم يعني إحنا إذا قلنا أنه فترة الستينيات كانت فترة المد اليساري ففترة السبعينيات هي فترة الصحوة الإسلامية حتى في عالمنا العربي والإسلامي هنا ظهر في تركيا وبدأ ينمو ويبزغ شخصية نجم الدين أربكان نجم الدين أربكان هو أهم شخصية إسلامية في تركيا فيما قبل نجم الدين أربكان كانت كل الشخصيات هي شخصيات لبرالية أو على الأقل تفتح مساحات للدين والإسلام من منطلق اللبرالية ليس من منطلق الإسلام لكن نجم الدين أربكان هو أول من أعلن أن هذه الأمة هي أمة الإسلام والإيمان الحزب الفضيلة وقتها في ذلك الوقت كان حزب النظام الوطني هما كانوا مجموعة من الأحزاب يعني هو نجم الدين أربكان كان كل لما أغلق له حزب كان يسأل كان يسأل طب هل تعمل إيه؟ فكان يقول اللغة التركية فيها الكثير من الحروف يعني سيبدل أسماء الأحزاب هو طبعا دي صورة أربكان مع تلميزه أردغان نعم طبعا نجم الدين أربكان شخصي في غاية الشهرة فهو بدأ بحزب النظام الوطني ثم حزب السلامة ثم حزب الرفاه ثم حزب الفضيلة ثم حزب السعاد يعني احنا قدامنا خمس أحزاب في تقريبة أربكان هو نفسه يعني عمل نفس التجارة نعم إما قادها بنفسه وإما كان بيبقى عليه أحكام حظر ومنع من ممارسة السياسة فيعهد لصديقه أو لبعض تلاميزه وأتبعه بأن يقود الحزب ويظل هو في الواجهة الخلفية لكن ظهر نجم الدين أربكان في بداية السبعينيات نعم أول حزب أسسه كان سنة سبعين اللي هو حزب النظام الوطني خد يعني لم يكمل السنة ثم أغلق وبدأ في حزب السلامة الوطني كذلك بشكل عام فترة السبعينات هي فترة صحوة إسلامية في تركيا وفي خارج تركيا قيام الانقلاب على ديميريل لم يعدموا لما اكتفوا فقط بالانقلاب عليه نعم لأنه كما قلنا أنه سليمان ديميريل لم يكن يعني إسلاميا ولا هو يمثل الخطر الشديد على تركيا بل أنه سليمان ديميريل كان يمنع يعني أنا بقولك أن الإسلاميين لا يحبون ديميريل فيما بعد بس هم لا يحبون ديميريل لماذا؟ لأنه ظهر عندهم أمثال أربكان يعني أمثال أربكان وأمثال تربية أزال كمان فيما بعد لكن لم يكن يسمع حتى بوزراء إسلاميين ولا غيره يعني كانت الأمور فيها تداخلات لكن سليمان ديميريل لم يتم إعدامه لكن أعيد تنظيم الحياة السياسية وأعيد وضع دستور بحيث دائما ما يضمن الدستور لمجلس الأمن العسكري المجلس العسكري أو مجلس الأمن القومي كما يسمونه له السلطة والسيادة والهيمنة والقدرة على يعني الصلاحية التدخل في النظام السياسي لإعادته إلى ما كان من قبل نعم إذن عودة إلى نجم الدين أربكان إلى نجم الدين أربكان بتأسيس أول حزب إسلامي إسلامي له أعلن عن هويته إسلامية صراحة صحيح وده طبعا بالتأكيد كان تهديد وخطير جدا بيواجه صحيح أنه يعني يعني يعلن عن خلفية الإسلامية بهذه الجرأة كذلك ينبغي أن نقول أن المقاومة الإسلامية للعلمانية في تركيا بدأت منذ اللحظة الأولى يعني منذ اللحظة الأولى كان فيه مقاومة لأتاترك وأحيانا بثورات شعبية هادرة وأبرزها صورة الشيخ سعيد الكردي مثلا المقاومة العسكرية منذ أن بدأت التعددية في تركيا ظهرت أحزاب إسلامية من الخمسينات لكن كان دائما السلطة تغلق هذه الأحزاب باعتبرها أحزاب مخالفة للدستورة ومخالفة للعلمانية نعم نحن سنبدأ أو سنكتفي في هذه الحلقة نقف عند بداية نجم الدين أربكان ونبدأ إن شاء الله نستكمل فيها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لكم الإلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي والشكر أيضا موصول لحضراتكم وشكرا لكم على طيب المتابعة وأرجو منكم أن تتابعونا إن شاء الله في الحلقة القادمة سنستكمل فيها مع حضراتكم بقية الانقلابات العسكرية التي حدثت في تركيا وبالتأكيد سنخرج منها أو نعرج منها على الهجوم على العالم الإسلامي بشكل عام شكرا جزيلا لكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم